طيب عندي تفاصيل مهمة جدا فيما تعلق بالمارد الأحمر النادي الآلي بس خليونا أبتديها مع حضرتكم بالحديث عن القصة المتعلقة بكلبالي كلبالي اللي كان موجود فيه النادي الآلي من فترة حصلت المشكلة والأزمة هرب وطرك الفريق ثم تعاقت فيه النهاية مع النجم السحيلي وكان هناك اتفاق ما بين الأهلي والنجم السحيلي على جدولة العقوبة أو الغرامة المادية أنا معايا على التليفون السيد حاتم الرقيق رئيس قسم الإعلام والاتصال بنادي النجم السحيلي برحب حكا فندم أهلا وسهلا بيك تحياتي لك وتحياتي لكل أشققنا في تونس سيد حاتم طيب لحد ما يكون موجود معانا طبعا حضراتكم عارفين أنه يعني كان فيه مشكلة كلبالي كان لعيب فيه النادي الآلي يجي من كم موسم ثم ترك النادي الآلي الآلي كان له مستحقات متأخرة خلاص اقترب النادي الآلي بشكل أو بآخر من أنه يحصل على آخر الفلوس اللي ليه الآلي بينتظر تسعمائة خمسة وسبعين ألف دولار من النجم السحيلي فيه قضية كلبالي الآلي كان حصل على قسطين بقيمة مليون دولار قيمة مستحقات القسط الأولاني كان في يناير مطلع السنة الجارية اللي احنا فيها دي بقيمة خمسمائة ألف والتاني في أغسطس الماضي بنفس القيمة يبقى يناير وغسطس كلاهما حصل حلاص الفلوس بتاعتهم حصلت طيب ما اتعلق سيد حاتم الرقيق مدير الإعلام والاتصال بالنجم السحيلي والقاء الضوء على ما اتعلق بمشكلة كلبالي ومستحقات المتبقية للنادي الآلي وانا فاكر ساعتها كويس قوي أول ما حصل المشكلة دي وكان خرج كلبالي من نادي الآلي هاربا ساعتها النادي الآلي قال سنبحث عن حقوقنا بأي ما يكون والآهلي فضل وراء حقه لحد ما وصل إليه انا عارف ان الناس كتير عايزة تتكلم عن كولر المدير الفني الجديد والحقيقة انه في كلام كتير يتقال كلام كتير يتقال في جزئية الظروف الصعبة يمكن قبل ما نقفل البرنامج الموسم المنصاري من الماضي يمكن احنا اتكلمنا مع حضرتكم في جزئية لايه علاقة بانه سوارش مدير الفني السابق لايه النادي الآلي لعب عدد كبير من المباراة في الظروف صعبة جدا جدا في ضغوط مختلف تماما عن اي ضغوط ممكن اتعرض لها مدير فني وكانت الادارة امام خيارين احلى هما مر واعتقد انه مسألة التصحيح لابد ان تكون بهذه السرعة شفتها كده لانه الراجل على قد ما انا بقول انه الظروف صعبة عليه على قد ما احنا ما شفنا من عدد المطشات دي كلها ما شفناش حاجة ما شفتش حاجة تبني عليها رؤية للموسم الجاي فانت كادارة او انت كجمهور فانت تقول طب انا حراين الموسم الجاي عليه مش باين حاجة الفكرة ما كانتش فكرة انك خسرت مطش او ما كنتش بتقدم شكل كويس انت مفيش حاجة تديلك لمحة ان انا لو صبرت عليك هتديني حاجة قدام كويسة فكان القرار بالشكل ده طبعا دايما بيقى فيه ضغوط على دارة النادي الاهلي من جزئية او جزئية الاهلي احيانا يهاجم ركز بس في الكلام اللي حقوله لك ده لانه مهم جدا لأسس هو اعتنقها ووضعها كأساس للإدارة بمعنى انه الاهلي هو من دفع الجميع الى مسألة الاستقرار في الحفاظ على المدير الفني لكنه وانا بقول كده هل ده ينفي ان انا لما اتعرض لازمة كبيرة كبيرة وهزة ان انا مغيرش مدير الفني هي دي النقطة ما اتهاجم ما اتهاجمنيش علشان انا حطيت قسس معينة للظروف الطبعية ايه هي الظروف الطبعية ان انا خش بطولة وفي نص البطولة يبقى المدير الفني ما بيحققش نتائج كويسة فانا ماشي المدير الفني الاهلي ما بيعملش كده وهي دي الاسس الاكيدة اللي الاهلي حطها لكنه لما يبقى الامر متعلق بموسم كان صعب ترك فيه المدير الفني الفريق اللي هو بيتسو موسماني بعد خلاف حصل فتقدر تقول انه ما كانش فيه نقطة تفاهم او تواصل فالرجل ماشي اذا المرحلة المقبلة بالنسبة للنادي الاهلي كانت تشكل تهديدا لمنصات التطويج اللي النادي الاهلي دايما بيحصل عليها وبالتالي كانت الفكرة بانه يكون هناك مدير فني جديد اللي هو كولر اللي بيمتلك سيرة زاتية اذا ارى انه كان ولابد ولزاما على الاهلي ان يستخدم حقه الاصيل في الحفاظ على مستقبله وقال لا يهاجم لاسس فيما يتعلق بظروف عادية في كرة القدم طبيعية لما كون انا بكمل موسم وبعا اشتغل في موسم فيجي مديري الفني اللي بقاله مثلا فترة يجي مثلا النتاجه ما تكونش احسن حاجة فاهم اخد بعضي وامشيه واخد قرار في نص الموسم وامشيه لكن الظرف ده مختلف فما ينفعش انك تقيس عليه في ظل هذه الظروف الاهلي دائما وابدا يبحث عن استقرار واستمرارية اي جهاز فني اما وان تعلق تعلق الامر بالمستقبل فبتبقى ازمة ومشكلة كبيرة جدا خاصة بعد موسم كان صعب جدا جدا على الجمهور وعلى الادارة حقبة جديدة لكلر تعالوا نتابع مع حضرتكم في الفيديو جراف ده بعدها تتكلم في الجزئية دي والنهاردة محمد عمارة وعمر عبدالله مجهزين لدينا كل تفصيلة وكل كبيرة وصغيرة عن كلر وعن الصفقات بالمناسبة النهاردة فقرة ده كترة التحليل زي ما قلت لحضرتكم فتعالوا نشوف في الفيديو جراف ده عن كلر ماذا قال الأهلي حقبة جديدة بقيادة مارسل كولر يسعد النادي الأهلي بقوة للموسم الجديد تحت قيادة مديره الفني السوسري مارسل كولر كان الأهلي قد تعقد مع كولر لتدريب الفريق بعد رحل البرتغالي ريكاردو سوريش شهدت الأيام الماضية إجراء لعب الأهلي فحوصة طبية شاملة وتحاليل دقيقة تم إجراء اختبارات بصمة القدم للعب الأهلي حيث تساهم في التوقع المبكر لاحتمالات التعارض للإصابة وبالتالي اتخاذ بعض التدابير التي تمنع حدوث الإصابات خاض الأهلي خلال الأيام الماضية أولى تقاربه لديا ضد بيترو جيت وحقق المارض الأحمر الفوز خمسة واحد ظهرت السفقات الجديدة في مواجهة الأهلي ضد بيترو جيت وكان أبرزها شهد حسين الذي سجل هدفا في هذه المباراة كما شهدت المباراة مشاركة كهرباء بجانب عودة الكثير من المصابين مثل حسين الشحات وعمر السلية لم يشارك برونوسافيو لاعب الأهلي الجديد بسبب إجهاد في العضلات من المقرر أن يلتقي الأهلي وديا مع أصوان في الخامسة والعشرين من هذا الشهر ثم طلال الجيش في التاسع والعشرين من الشهر الجاري وتأتي استعدادات الأهلي من أجل مواجهة الاتحاد المنستير التونسي في دور الثاني وثلاثين من بطولة دور يبطال أفريقيا بجانب انطلاق الدور المنتاز طيب الآلي بيتحرك علشان صفقتين جدد يمكن كنت بتكلم معكم في موضوع الصفقات ولتلك لما يجي الأخبار النادي الآلي هقولك أنه الآلي بيتحرك علشان صفقتين جدد مش من السوق المحلي وده برضو النقطة اللي أنا كنا بنتكلم فيها أنه كله شبه بعضه وعلشان تخلق حالة من حالات التميز أنا بقول على كل الأندية وأما وإني بتكلم على الآلي وتخلق حالة مختلفة شوية على مجموعة اللعيبة اللي موجودة لازم تفكر في السوق الخارجية هناك اتجاه وتحرك لضم صفقتين أجنبيتين الأولى واحد فوق السن والتانية لعيب أحد موليد 2001 علشان يتم قده تحت السن مفاوضات مستمرة من جانب النادي الأهلي وقد يكون هناك تعاقد مع لعب أجنبي واحد وتأجيل الآخر يعني بنتكلم فيه الصفقتين اللي بقولهم لها حضراتكم ممكن واحد يخلص دلوقتي والتاني يخلص في يناير على حسب المتغيرات اليومية ديكم شفتوا الدنيا عاملة ازاي أصلا فالمتغيرات صعبة جدا 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 ومن أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ومن أقصى اليسار إلى أقصى اليمين فيما أتعلق بالمفاوضات اللعيبة لأنك بتتكلم في الحتة داية الحتة داية وده حيفهموك أنا أتمنى بس أنا ما أقدردش ما أفهموك موضوع المفاوضات عاملة ازاي فيه فيلم وصائقي رائع أتمنى أن حضراتكم تشوفوه رائع رائع بيتكلم عن لويس فيجو هذه الصفقة التي غيرت عالم كرة القدم وواجهه كرة القدم عايزكم تتفرجوا عليه عشان تشوفوا فكرة اللعبة في دا لما يبقى لعيب تفرجوا على الفيلم الوثائقي دا مهم جدا هيجبكوا لما يبقى لعيب مصر على أنه أنا مش حسيب أنا مش حسيب أنا مش كل دا مسجل طبعا وموجود موثق يعني الوثائقي في كل حاجة موثقة مش بقول لك كلام مرسل يعني فمش رايح مش هروح مدريد مش هروح مدريد إنما الضغوط اللي بتتلعب هنا هو هنا هو والكلام اللي بيتقال ممكن يعمل حالة من حالات التغير من لعيب متمسك ببرشلونة ومعبود الجماهير في برشلونة للعيب فين بقى في الغريم في رقال مدريد لما تشوف هنا لعبة الأفكار والمفاوضات هتعرف قد إيه إن الكلام اللي بنقوله دا هو اللي بيحصل في أرض الواقع واللي بيحصل في أرض الواقع في مسألة التفاوض ما بين اللعيبة وما بين المغرات وما بين إحنا محتاجينك حنبني عليك مشروع وبين أنت تعالى هنا إحنا عايزين كذا وما بين إحنا كذا 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 وإحنا مش بس بتبقى الموضوع مادي المادة جزء مهم إنما بيقى فيه أمور تانية كتير جدا المتغيرات دي أثرت على فكرة بالمناسبة بشكل كبير على سوق الانتقلات الحال متغيرات كتيرة جدا جدا فدي بس النقطة حبيت أن أتكلم فيها مع حضراتكم كده من على طرف المعلاقة زي ما أنتوا ما متعودين كلر قال لعبة النادي الآن إن الملع حيكون هو الفايصل كلامه معهم على الموسم ده أنا مش مليش دعب أسماء مليش دعب من نجوم الفريق أنا اللي دعب التمرين واللي حيقادي واللي حيظهر بشكل كويس حيبقى له مكان في الفريق وحنعتمد عليه وهو كلام يبدو منطقيا تقليدية جدا ولكنه لازم يتقال يعني فيه كلام كده ما طبيعي هتلعب بس هو راجل حبي يعني يرسي قواعد مهمة جدا الناس يقولك بقى إيه طيب ماذا بقى طب كلر إيه بقى رأيكم إيه طب كلر ده مدارب كويس ولا مدارب وحش طب ده هو النادي الآن اللي حيبني عليه ولا مش هو ده كل الحاجات دي يا جماعة ما بنعرفش نتكلم فيها عشان نصدر حكم قيم صادق إلا بعد على الآل 10-12 ماتش نشوف ملامح بقى كلر هيتحكم عليه حكم واضح بعد عدد المتشاط دي لأنه هو فيه وضعية أفضل بمراحل من صارش أجاي على فترة إعداد اللي عيبة فريش واخدأ أجازات كله تمام الدنيا حلوة الدنيا رائقة عصافير بتصفر حواليهم والأمور ماشية موسم جديد بقى الناس دايما عندها زخم البدايات والحماس والحاجات اللي شابه كده وكله عايز يسبت نفسه وكله عايز يسبت ذاته فكلر الناس هتبقى مركزة جدا جدا معاه فخلينا نشوف الرجل حيبقى عامل إزاي بالمناسبة برونو سافيو خلينا أقول لكم حيظهر إمتى الرجل بيفكر إن هو يدفع به في المباراة الأولف والديت أسوان بعد بكرة يوم الحد إن شاء الله بإذن الله والرجل شارك فيه المران الجماعي وحيبقى موجود في المباراة المقبلة الناس شافوا الصفقات الأهلي إزاي تعالوا نشوف مع حضراتكم من خلال هذا التقرير